وداي خليني اسألك انت اي رايك في انتوني مودست شفت ايه بتخفيل ده ملوش علاقة وابد حد بيقول عشان انت برضو يقول ما تلاقي الساول فاجأة تقول لي من أعلى من أعلى لا والله اذا ما بقولك يا كريم انتوني مودست انا بس اشرح هنا مهاجم جاي من دول الماني جاي مع فريق جامد جدا بروسيا دورتموند كلنا كمتابعين عندنا امان احنا نشوف مهاجم فرنسي موجود في الدول المصري حتى عايز اللحظة لم يقدم شيء مع النادي الاهلي هل دي لو أمور بدنية ام لأمور فنية حتى الجون اللى جابه بتعادله فيه جابه كان مطش ايه اخر مطش اه وتعادله كمそう كممتش لجونة اعتقد يعني مش الطير النادي الاهلي خلي بالك في كرة الخدم اللي دي الجبالية كبيرة كمان بالذات اللي هي لما بيجيب لعيب مطالب هو يبقى كويس وارد جدا اللي انت المكان والمناخ واللي هو يتأقلم مع فرق ولا دي عامل كبير اللي هي عامل نفس كبير جدا انت عندك لعيب هنا بيطلع في اوروبا ومتأقلمش بلابي وعمل ايه عاد فترة سنة تمام فهو اعتقد اللي هو لسه متأقلمش يعني وبالذات بقى لينتايج مستنيين جون فهو البداية دايما بتبقى مهمة جدا يعني البدايات دايما بتبقى مهمة للعيبة دي هو لسه قفل معاه فكل مطش بيعدي الرصيد بيكبر رصيد بيكبر دي الاهلي والزمالك تحديدا شوف بقى بقولك الاهلي والزمالك مش الاندال اللي بعد الاهلي والزمالك عندهم مشكلة دائما في اللعيبة الأجانب تحديدا في مركز المهاجم في السنوات الأخيرة طبعا اللي هما بيجيبوهم من الخارج يعني من برة تخلي بالك برضو الرأس الحربة أو المهاجم الفاز نادر انت تلاقيه يعني بتلاقيه طلقت في حتة كتيرة جدا انا بكلمك في عنديه في مصر عنديه في مصر بيدي عن أهلي والزمالك ممكن أصغر في التاريخ يعني بيعافي يجيبوه لعيبة كويسة في البركز النادي الاتحاد الاتحاد عنده مبلوله ورائع حسن مهاجم في الدول يعني مهاجم هاجل مسلا يعني وفي بتاع ام بي رفيق كبه اه ممتاز فانت هتتكلم في كزا فرقة هتلاقي عندهم لعيبة مميزة جدا اه بقى هي بقى ايه اه برضو حتة الستايل بتفرق اه لا ده انا جاي من حتة الفلانية زي مسلا يعني وبالتمن الفلاني ايوة احنا لا بتمنى بليش فليش ده لا انا اقصد ان هو بتجاب بكتيب فلوس كتيرة ايوة فالتمن الغالي تمنوا فيه اه اللي انا جايبه انا جايب لكم بمليون دولار احنا انا كنت فاكر كويس قوي كان مدينة البعوس اللي هي في لازر دي طبعا جيبنا لعيب والله انا انا متنس اسم عدنا نتحى يا ابو جايب شنطة بلاستيكو بتاعو حاجه يا ابو جايبنا طلع ابن جنية اللي هي بهايل مدينة البعوس ولا عالبال والغاية بتبقى حزوز حزوز بس بس الزمن كانين فى حزوز يا كابتن علاء لا بس يا بقى عالش يعني السفيل واحده انا ضد اللي انا اجيب ورقة اقول ده هنا وهنا 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 ورقة مكاسة وعمل كابتن سواء لا ايه سواء مدرب سواء اداري الورقة دي انا لا تقنعني بحاجة خالص انا اشوف بعيني انا اشوف بعيني بعينك دي اللي هو ايه برده يا كابتن بعيني اللي انا اتابع اللعيب ده ايوه والنادي اللي اعتقد اللي هو عنده لجنة سكاوتينج بلاستيكابتن هني رمزي ايه لجنة التقطيط طبعا يروح يتفرج على ماتش واثنين وثلاثة ويجيب الاسيديهات بتاعته ويقطع ويشوف الجندج ازاي اتكرر يبقى هو مميز بالحتة دي طيب لما جيبوا مع اللي حوالية امكانياتهم ايه يقدر مسلا الكوار اللي هو بيوصل للي الجون عندي اللعيبة اللي عندي في النادي الاعلي تقدر توصل للي الجون بالمنظر ده او الكوار العرضية هتتعامل من النادي الاعلي كزا او من جنب الشمال كزا الجماعة اللي بيقولو الكابتن على ده مهم جدا جدا انا فيه ناس وحلاك اكيد عارف ده وشوفت ده بعينيك اكيد بيجي لهم سيدي يقولك ايه شاهد ابرز مهارات اللعب الفلاني فيجيبوا الفيديو ده واتمسلا ايه للكبال اللي اداها ايوه وبس كده فالناس تشتري على هزا الاساس كل بقى التفصيل حاجة بتقولها دي انا بيتبعت لي صح بس بنائي احسن كواليتي تعمل في المباراة بيبعته لك صح لا بتشوف انها الدفاعي بتاعته مية فلم ولا بتشوف اللي جوال ضياحة ولا بتشوف الكوار كتيرة مسلا ممكن تجيله معرفش تصرف فيها صح لكن انا لما انا اقتنع تماما ممكن تلاقيه لعيب كواس قوي طب يا جماعة الراجل ده بيتعمل له عشرين اوفر من الجنب ده ومن الجنب ده في الماطش عشرين كان بيجيب يجوان ما اولا هل انا النادي عندي امكانيات لعبتي اللي موجودة هقدر عمل كمية الاوفرات دي عشان اللعيب ده يجيب يجوان صح لو ما عنديش يعني ما يجيبوش صح تمام هلاقي لعيب فص الزحمة جول اه اه انا عايز يقول له ده ده سبعين في المية من اللي بيحصل ده ممكن يبقى مجمود عندي وانت اصلا مسلا ممكن تبقى اهلي او زمالك بتلعب دايما وسط زحمة لكن انت لو فرقة تانية بتلعب على المساحات فمشون مفوت تجيب المهاجم ده عشان ما بيجريش ايوه يعني اه المعظم بفرقة بتلعب ده اهلي او زمالك فيها حزر ده فيها عشوية فبتلاقي كانت تكتلات دفعية هل الراجل ده في وسط التكتلات دي يقدر يجيب لك جن؟ صح يقدر يتصرف؟ صح يقدر واحد اد واحد يجيب جن؟ صح حد دي مثلا حبارك هتفتكره على طول كان فيه مهاجم بيلاعب في الاتحاد اسمه كابونجو كاسونجو عارف كان رائع جدا في المساحات مع الاتحاد جيز زمالك زمالك الفرقة اللي قد يوم بتتكتل ده مش بتاع مساحات فالراجب مفيش خالص ولكنه اللي راجلك هب يتقلق ومكسر الدنيا عشان كده يا جماعة بيقولك صلاح الدين سعيد ده برضو كان فداج لمكسر الدنيا راح الاهلي مفيش انا انا اللعيب ليتناسب معي والله لو بعشر قروش صح لكن ده هيفيدني وانا يعني الموضوع ده اصله انا بتعرض لي لان بلاقي بصحة الصبحية لقي 300 فيديو وقسة كابتن ده على لعيب موريد كذا ده على لعيب هاجل بص عليه كذا وكذا تمام خلاص بس اتعلمت بقى اتعلمت بقى الحاجات اللي بتتقص ده وبتتبعات لك وكلام ده كله انا كابتن على نبيه هنزل اللي تعمل لك فيديو عبكار عادي جدا وهتقول له ده ماردون او عادي فيه هعملها عشر مارات هتيجي منهم واحدة كويسة خلاص جامل احنا انت خلبها لك انت الناديال عنده ادارة سكندوم كبيرة وحدة وحدة عندنا بزد الناس الكلام ممتاز ممتاز عندنا ادارة كبيرة يعني ممتاز